اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المستخدمة في تحديد المعادن اذا هذا ما سنتعلمه اليوم بمشيئة الله فكونوا معنا كما تشاهد نستخدم هذه الاشياء وهي مألوفة لدينا ولكن مما يتم تصنيعها في حقيقة الامر يتم تصنيعها من المعادن فكما تلاحظ يمكن ايجاد المعادن بسهولة داخل بيتك فالاباريق الفلزية والاواني الزجاجية واطباق الخزف وايضا حتى قلم الرصاص كلها منتجات مصنوعة من المعادن اذا كما تلاحظ هذه الاشياء مصنوعة من المعادن والذي سوف نتحدث عنه في هذا الدرس فلو ذهبنا الى الاواني الزجاجية لو وجدناها مصنوعة من معدن الكوارتاز وهو نوع من المعادن وقد يختلف لون الكوارتاز من اللون الى لون اخر ولكن معدن الكوارتاز يدخل في تصنيع الزجاج الذي يستخدم في الاواني الزجاجية اذا كما تلاحظ ان المعادن ايضا تستخدم في الاواني الزجاجية من خلال معدن الكوارتاز كما نلاحظ هنا على سبيل المثال قلم الرصاص الذي يستخدم في الكتابة وايضا في الرسم هو ايضا مصنوع من معدن الجرافيت الذي تلاحظه في هذا الشكل ولكن على الرغم من تسمية قلم الرصاص بهذا الاسم الا انه لا يتم تصنيعه من عنصر الرصاص ولكن كما ذكرنا انه مصنوع من الجرافيت وهو ايضا من المعادن ولكن اعزائي الطلاب والطالبات ما هي المعادن؟ ان المعادن في حقيقة الامر مهما اختلفت اشكالها او الوانها هي مواد صلبة غير عضوية والمقصود هنا غير عضوية انها لم تنشأ من النبات او الحيوان وهي موجودة في الطبيعة فكما نلاحظ هنا بعض الامثلة على المعادن الموجودة في الطبيعة اذا كما تلاحظ ان المواد او المعادن مواد صلبة غير عضوية وايضا توجد في الطبيعة ولقد تبين من خلال فحص المعادن بالاشعع السينية ان ذراتها ذات ترتيب دوري وهذا الترتيب ترتيب منتظم ويشير المظهر البرلوري الجميل في العديد من المعادن الى هذا الترتيب وينفرد كل معدن بتركيبه الكيميائي وترتيبه لذراته اذا كما تلاحظ هذا هو ذرات التي تتشكل نتيجة الترتيب البرلوري المنتظم كما تلاحظ في هذا المظهر وهو عبارة عن ذرات المعادن من خلال ما تشاهد عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة هل تستطيع ان تتعرف على الشكل الذي تشاهده؟ إن ما تشاهده هو ابارة عن الصخور فهو مكون من معدن واحد او اكثر وبذلك نجد ان الصخور تتشكل من خلال المعادن وقد تختلف المعادن في احتوائها على نوع واحد ولذلك الصخور تختلف باختلاف المعادن فقد تحتوي على نوع واحد من المعادن او اكثر من نوع اذا المعادن تقوم بتتشكيل الصخور من خلال نوع او اكثر من نوع بعدما تعرفنا اعزاء الطلاب والطالبات على المعادن وعلى بعض خصائصها نودوا التعرف على كيف تتشكل المعادن فتابعوا معنا من خلال هذا الفيديو لكي نصل الى طرق تشكل المعادن لابد في البداية ان نبين بشكل مبسط بنية الارض فكما تلاحظ ان باطن الارض هو عبارة عن مصهور صخري وهذا المصهور الصخري يسمى بالصهارة اذا هذه المنطقة تسمى مصهور صخري ويسمى ايضا بالصهارة اذا هذه المنطقة تسمى بالصهارة وتكون في باطن الارض وهذه الصهارة يحدث لها ما يسمى بالتبريد البطيء البطيء اذا كما ننحظ ان الصهارة يحدث لها ما يسمى بالتبريد البطيء وهي في باطن الارض حيث يعمل التبريد البطيء على اتحاد درات الصهارة وذلك عن طريق ما يسمى بالتبريد البطيء منتجة ما يسمى بالمعادن اذا الصهارة عندما يحدث لها تبريد بطيء تتحدى الذرات بطريقة منتظمة وتكون انواع خاصة من المعادن اذا هذه الطريقة الاولى التي تستخدم او تتشكل من خلالها المعادن ولكن عزائي الطلاب والطالبات هل هذه الطريقة الوحيدة لتشكل المعادن سوف نتعرف على ذلك من خلال هذا الدرس في حقيقة الامر ان تشكل المعادن يمكن ان يحدث بطريقة ثانية وسوف نلاحظ في هذا الفيديو نلاحظ نلاحظ عندما صورة تقريبية للسهارة في باطن الارض ولكن تلاحظ ماذا يحدث اذا وصلت السهارة الى سطح الارض اعزائي الطلاب والطالبات تسمى تسمى الصهارة التي تصل الى سطح الارض باسم يسمى اللابة اذا الصهارة التي تصل الى سطح الارض تسمى اسما اخر وهو ما يسمى باللابة تتشكل المعادن عندما تصل الصهارة إلى سطح الأرض وتسمى هذه اللابة ويحدث للابة ما يسمى بالتبريد السريع إذن التبريد السريع يحدث للابة التي وصلت إلى سطح الأرض وبذلك يقوم التبريد السريع باتحاد ذرات اللابة مكونة نوع آخر من المعادن إذن الطريقة الثانية في تشكل المعادن وهو عن طريق ما يسمى التبريد السريع للابة مشكلة نوع آخر من المعادن إذن نستعرض الطريقتين بشكل سريع أولا التبريد البطيء وهو يحدث للصهارة الموجودة في باطن الأرض مما ينتج عنها معادن جديدة وأيضا الطريقة الأخرى هي التبريد السريع لما يسمى باللابة والتي تصل إلى سطح الأرض وتسمى حينها باللابة مكونة مواد أو معادن جديدة ومن الطرائق الأخرى التي تشكل المعادن إذ يمكن للتبخير أن يكون معادن أيضا فكما تتشكل بلورات الملح عند تبخر مياه البحر تتشكل معها معادن أخرى ذائبة في الماء فعند تبخر الماء ينتج عنه بلورات أخرى من معادن ذائبة في هذا الماء ومنها معدن الجبس إذن التبخر هي الطريقة الثالثة لتشكل المعادن وهو عن طريق تبخر الماء البحر ينتج عنه ما يسمى بالمعادن الذائبة وإضافة إلى ما سبق تتشكل المعادن بفعل عملية الترسيب فالماء كما تشاهد يمكن حمل كميات محددة من المواد الذائبة فيه وما يفيد عنها تبدأ في عمليات الترسيب على شكل مادة صلبة ومن أمثلة المعادن التي تتشكل بطريقة الترسيب ما يسمى معدن المنجنيز إذ تغطي رواسبه البلورية مساحات شاسعة من قيعان المحيطات متخذة أشكال كروية فكما تشاهد هذه الأشكال الكروية التي تتشكل في معادن المنجنيز وتسمى اسما آخر عقيدات المنجنيز حيث تصل أقطارها إلى ما يقارب 25 سنتيمتر إذن هذه الطريقة الرابعة التي تتشكل من خلالها المعادن نأتي الآن إلى سؤال تقويم صح أم خطأ والسؤال يقول المعادن مواد غير عضوية موجودة في الطبيعة هل هذه العبارة صحيحة أم أنها خاطئة إذن ما هي الإجابة الصحيحة إذن كما تشاهد الإجابة الصحيحة هي ألف إذن العبارة هي صحيحة المعادن مواد غير عضوية موجودة في الطبيعة ننتقل إلى سعار آخر وهو الإختيار من متعدد تتشكل بعض المعادن بطريقة التبريد وهذا التبريد يحدث للصحارة الموجودة في باطن الأرض يا ترى ما هو التبريد الذي يحدث للصحارة هل هو التبريد السريع أم أنه التبريد البطيء أم أنه التبريد القوي إذن ما هي الإجابة الصحيحة إذن الإجابة الصحيحة هي التبريد البطيء والذي يحدث للصحارة الموجودة في باطن الأرض والذي تحدثنا إليه سابقا نأتي الآن أعزائي الطلاب والطالبات إلى الأدلة على تشكل المعادن ففي بعض الأحيان يمكنك الحكم على طريقة تكون المعادن من خلال المظهر فكما تلاحظ في هذه الأمثلة اختلاف في مظاهر الصخر المكون أو المكون من معادن إذن يمكنك معرفة كيف تشكل المعدن من خلال حجم البلورات وكيف تنتظم فنلاحظ هنا في هذا الصخر هو عبارة عن بلورات معدنية كبيرة مرتبطة معا بإحكام وهذا دليل على أنه تكون الصخر نتيجة التبريد البطيء للصحارة إذن هذا الصخر هو عبارة عن بلورات معدنية كبيرة فكما تلاحظ أحجامها كبيرة وهي مرتبطة معا بإحكام إذن التبريد البطيء للصحارة يتضح من خلال بلورات معدنية كبيرة مرتبطة معا بإحكام وهذا يدل على التبريد البطيء للصحارة أما إذا رأيت بلورات كبيرة مكتملة في الشكل فذلك يعني أن المعدن قد توافر له حيز كافي لينمو داخله كما يحدث عند تكونه في فجوة موجودة داخل الصخر فكما تلاحظ استطاعت المعدن أن توفر حيز كافي لينمو داخل هذا الصخر وهذا الدلالة على أن المعدن تشكلت عن طريق ما يسمى تبريد السرية لللابة وهذه اللابة تكون على سطح الأرض إنما تشاهده هنا هو عبارة عن التجمع من بلورات معدن الفلوريت وتكون من محلول مشبع بمعادن دائبة فيه فهذه البلورات تكونت عن طريق ما يسمى محلول مشبع بالمعادن الدائبة إذن نستطيع من خلال حجم وأشكال البلورات تحديد كيف تشكلت المعادن دعونا نتعرف الآن على بعض خصائص المعادن فبداية نبدأ بخصائص المعادن من خلال الشكل البلوري وأيضا الخاصية الأخرى للمعادن ما يسمى بالانفصام والمكسر وأيضا الخاصية الأخرى هي اللون وأيضا المخدش واللمعان وأخيرا خاصية القساوة للمعادن إذن هذه بعض الخصائص الموجودة في المعادن والتي سوف نقوم بدراستها خلال درسنا ولكن سوف نتكلم اليوم فقط عن الشكل البلوري ومن ثم في دروس قادمة نتكلم عن الخصائص الأخرى من الخصائص التي تتميز بها المعادن ما يسمى بالشكل البلوري وهذا يدل على أن جميع المعادن تتتركب من ذرات مرتبة بشكل منتظم ومتكرر فمعدن البيريت يتكون عادة من بلورات سداسية الأوجه وسنلاحظ الآن كيف تتشكل هذه البلورات سداسية الأوجه كما تلاحظ معدن البيريت هو عبارة عن درات مرتبة وهذا الترتيب يتم عن طريق درات منتظمة ومتكررة ذات ستة أوجه وهذا دلالة على أن الشكل البلوري ومن خلال مثالنا هو معدن البيريت الذي يتكون من البلورات سداسية الأوجه نعتي سؤال تقويم صح خطأ البلورات درات مرتبة بشكل عشوائي غير منتظم هل هذه العبارة صحيحة أم أنها خاطئة إذن الإجابة خاطئة البلورات تحوي تحوي ذرات مرتبة بشكل منتظم ومتكرر أم أنه مكون من معدن واحد أو أكثر أو أنه مواد صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة إذن ما هي الإجابة الصحيحة إذن الإجابة الصحيحة أن الصخر مكون من معدن واحد أو أكثر نعتي الآن رقم الشكل البلوري هو مادة صلبة تحتوي ذرات مرتبة بشكل منتظم ومتكرر أم أنه مواد صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة إذن ما هي الإجابة الصحيحة إذن كما تشاهد أن الشكل البلوري هو المادة الصلبة التي تحوي ذرات مرتبة بشكل منتظم ومتكرر تعلمنا اليوم ما المعادن وأيضا من خلال ما المعادن تكلمنا على مفهوم المعدن وقلنا أنه مواد صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة وأيضا تكلمنا على مفهوم الصخور وقلنا أنه مكون من معدن واحد أو أكثر وبعد ذلك تكلمنا كيف تتشكل المعادن وقلنا أنها تتشكل بأربع طرق ومنها التبريد البطيء للصهارة وأيضا التبريد السريع لللابة وعن طريق تبخر المياه البحر والطريقة الرابعة هي عن طريق ما يسمى بالترسيب للمياه وأيضا تكلمنا على أدلة تشكل المعادن وذلك من خلال التعرف على حجم البلورات وشكلها يمكن أن نتعرف على ما يسمى بتشكل المعادن وأخذنا بعد ذلك خصائص المعادن وتكلمنا عن خاصية تسمى الشكل البلوري وهو ترتيب ذرات المعادن على شكل مرتب بشكل منتظم ومتكرر وسنكمل بقية الخصائص في الدرس القادم المراجع كتاب العلوم أول متوسط الفصل الدراسي الأول طبعة العمكان وبعض المراجع الأخرى للتواصل أو لمزيد من الدروس يمكنك زيارة موقع عين أو من خلال التويتر أو من خلال الهاتف الموضح أمامك وصلنا إلى نهاية الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة